يا مساء الفل والهنى يا مساء الراحة النفسية والليلة دي ليلة فعلا راحة نفسية ولجوء لحالة تخلينا كلنا محتاجينها جدا طبعا وتخلينا كلنا في حالة صف ونفسي وتخلينا كلنا في مواجهة كلام قد بنسمعه طول اليوم لكن لحظة اللي هي بتمكنك من انك تتأمل اللي بيقرأ عليك وترجع تعيد مفاهيمه بينك وبين نفسك لانه الصوت اللي بيوصل لك المفهوم العظيم صوت عظيم احنا عارفين طبعا انه القرآن نزل في مكة وكتب في الكوفة وقرأ في مصر وعارفين ان احنا يعني على قمة او نسمى دولة التلاوة ليه؟ لان عندنا صروة لا تقدر بمال لا تقدر باي شيء وهي الشيوخ وقراء اللي بيقرأوا القرآن ويتلوه في دولة التلاوة ومعروفين على مستوى العالم كله والحقيقة احنا نتزعم كل العالم في هذا المضمار يعني والنهاردة كان مهم قوي والحقيقة انا ليه سنين طويلة بحاول يعني كنت اوصل لحظة اللقاء اللي انا فيها دلوقتي دي لكن احنا الحقيقة متشرفين جدا باننا نكون في حضرة الشيخ الدكتور احمد نعينع العظيم فانا الحقيقة النهاردة يوم خاص جدا بالنسبالي ان انا التقي بحضرتك وجها الوجه واستمع وجها الوجه لما ستتلوه علينا يعني وكمان قصصك ومواضيعك الكثيرة المتنوعة اللي فيها خبرة حياتي عريضة وطويلة ويا رب يطولها قد كده متين مرة كمان لكن انا سعيدة جدا باننا موجودة في حضرتك شكرا جزيلا على هذه الفرصة اللي كنت اتمناها من زمان يا الله اكبر يا والله واحنا كمان بس انا دايما بقول اللقاء نصيب فدعنا النهاردة يعني نفرح بنصيبنا في اننا نلتقي بحضرتك اشتركوا في القناة